السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين ايها الاحباب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حديثنا اليوم عن حديث جبريل المتعلق بتجديد الايمان عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد سواد الشعر شديد بياض التياب لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركمتيه الى ركمتيه ووضع كفيه على فخديه وقال يا محمد اخبرني عن الاسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتوتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطاعت اليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فاخبرني عن الايمان قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فعجبنا له يسأله ويصدقه ثم سأله قائلا فاخبرني عن الاحسان قال ان تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك قال فاخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها باعلم من السائل قال فاخبرني عن اماراتها قال ان تلد الامة ربتها وان ترى الحفاة العرات العالة رعاء الشات يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبث مليا ثم قال يا عمر اتدري من السائل قلت الله ورسوله اعن قال انه جبريل اتاكم يعلمكم دينكم انه جبريل اتاكم يعلمكم دينكم هذا الحديث الصحيح يسمى بحديث جبريل فحتى يعلم الله تعالى المسلمين دينهم بان الدين هو اسلام وايمان واحسان احتاج الامر لاهميته ان ينزل عليهم سيدنا جبريل عليه السلام وهو ملك الوحي انزله الله تعالى على سورة رجل يحاور النبي صلى الله عليه وسلم حوارا مدهشا يسمعوا الصحابة مباشرة ويتلقونه من جبريل مباشرة مع النبي صلى الله عليه وسلم فقد بعت الله تعالى هذا الملك يسأل النبي حتى يستفيد ويستفيد من بعدهم ابناء الامة الاسلامية فجزى الله عنا سيدنا جبريل خير الجزاء فالنبي صلى الله عليه وسلم بينما كان جالسا مع صحابته في المسجد يلقنهم الدين ويوضح لهم مبادئ الاسلام اذا طلع عليهم هذا الرجل الغريب في سورة انسان ليس من اهل البلدة انه الشديد سواد الشعر وشديد بيض الثياب ولا يرى عليه اثر السفر المفروض انه بما انه غريب يعني مسافر والمسافر يقطع اشواط كثيرة في الصحاري والتربة والاوساخ المفروض ان يكون الشعره منتفش وتيابه وسخة لكن هذا الرجل يبدو انيقا وتيابه بيضاء ناصعة البياض فكيف يكون غريب ومسافر انه امر يثير العجب فقال الرجل الغريب يا محمد على عدة البادية يسألون الرؤساء باسمائهم يقولون يا فلان كان الافضل ان يقول يا رسول الله يا نبي الله ولكن تعمد ان يخاطبه باسمه المجرد على عدة رجال البادية فكان السؤال الاول ما حقيقة الاسلام خبرني عن الاسلام الاسلام يعم جميع ما امر الله به ربنا ورسوله الكريم وترك ما نهى الله عنه ورسوله هذا كله يسمى اسلاما ان الدين عند الله الاسلام لكن جواب النبي صلى الله عليه وسلم اجابه بالاصول والالكان الخمسة وهي الشهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله والصلاة والزكاة والصيام رمضان وحج البيت الحرام لماذا استطاع اليه سبيلا لانها بديهية عند كل مسلم فالاسلام بهذا المعنى اول مرتم في الدين وهو الحد الادنى الجامع بين المسلمين ثم انتقل الى مرتبة اعلى قال حدثني عن الايمان الايمان يشمل الدين كله ايضا من اوامر الله وما نهى عنه سبحانه كله يسمى الايمان كما قال صلى الله عليه وسلم الايمان بضع وسبعون شعبة فافضلها قول لا اله الا الله وادنها اماطة الاذى عن الطريق والحياء شعبة من الايمان لكن النبي صلى الله عليه وسلم ارد ان يبين الاصول التي يرجع اليها الايمان وهي ستة ان تؤمن بالله انه ربك والهك ومعبودك الحق وانه الخلاق العليم وانه له الاسماء الحسنى والصفات العلا لا شبيه له ولا كفأ له ولا ند له ثم تؤمن بالملائكة الملائكة المعروفين بطاعة الله وتنفيذ اوامره ربنا خلقه من النور كما في الحديث قال صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من النور وخلق آدم مما وصف لكم وخلق الجن من ماره من دار الملائكة لا يعلم عددهم الا الله عز وجل قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يدخل البيت المعمور كل يوم سبعون الف ملك للتعبد فيه ثم لا يعودون اليه سائر الدهر ويأتي غيرهم في كل يوم فهذا يدل على انه لا يحصى عددهم وهؤلاء الملائكة هم في طاعة الله وتنفيذ اوامره منهم جبريل السفير بين الله وبين رسله وهو افضلهم ومنهم اسرافيل الموكل بدفخ الروح ومنهم ميكائيل الموكل بالقطر وبالمطر ومنهم مالك خازن النار الذي قال فيه الله تعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك ومنهم الحفظ الموكلون بنا وباعمالنا الذين قال فيهم المولى عز وجل وان عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون ومنهم ملائكة سياحون في الارض يلتمسون مجالس الدكر فاذا ادركوها تجمعوا عندها ومنهم ملائكة سياحون يبلغون الرسول صلى الله عليه وسلم عن امته الصلاة والسلام ثم بين الركن الثالث وهو الايمان بكتب الله المنزلة على انبيائه منها التوراة والانجيل والزابور وصحف ابراهيم وصحف موسى ومنها القرآن الكريم وهو افضلها قال الله تعالى لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان والركن الرابع الايمان بالرسل جميعا من اولهم آدم وبعده نوح عليه السلام الذي ارسل الى اهل الارض وهو اول رسل ارسله الله تعالى الى البشر بعدما وقع فيهم الشرك واخرهم وخاتمهم وافضلهم سيدنا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام والركن الخامس ان تؤمن باليوم الاخر يعني يوم القيامة يوم الجزاء والحساب والميزان والمرور على الصراط والركن الثانس هو الايمان بالقدر ان كل شيء خلقناه بقدر ربنا يقول ألم تعلم ان الله يعلم ما في السماء والارض ان ذلك في كتاب ان ذلك على الله يسير وقال جل جلاله ما اصاب من مصيبة في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبرأها فما يجد شيء الا وقد سبق بعلم الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله قدر مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنة وعرشه على الماء فالمؤمن يؤمن بالقدر خيره وشره يؤمن بان الله قدر الاشياء وعلمها واحصاغا وكاتبها ما يكون في الارض وما يصير فيها وعلم اهل الجنة واهل النار وما يكون من مصائب ومن ويلات ومن خيرات وبركات كل مقدر عند الله ومضى في علم الله ومراتب القدر اربع كما ذكر العلماء هناك العلم والكتابة والخلق والايجاد والمشيئة فالله علم كل شيء وكتب كل شيء وما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن احبابنا في الله ما زلنا نواصل شرح حديث جبريل فبعد ان تعرفنا عن جواب الاسئلة عن الاسلام وعن الايمان جاء الرتبة الثالثة وهي قوله حدثنا عن الاحسان فكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم الاحسان ان تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك هذا اعلى مراتب الدين ان تعبد الله ربك كأنك تشاهده حتى تكون في عبادة على غاية الاستعداد والاحسان كأنك تشاهد ربك رأي العين فان ضعفت عن هذا فاعلم ان ربك يشاهدك وانك بعينه ومرآه ولا تخفى عليه خافية كما قال الله عز وجل الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين ولهذا صارت هذه الدرجة هي الدرجة العليا بعض الصالحين من اهل التصوف زادوا معنى اخر قالوا ان تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن سكتع سموها حالة الفناء انت غير موجود ليس في الوجود سوى الله سبحانه وتعالى فان لم تكن تنفي شخصيتك تنفي كل صفاتك وكأنك غير موجود لانك خلق من خلق الله فان لم تكن واذكر ربك اذا نسيت هذا معنى قول الله تعالى واذكر ربك اذا نسيت الذكر لله الحقيقي يكون بعد ان تنسى كل شيء تنسى الحياة وتنسى الاموال والصراعات والامتيازات وتنسى حتى زوجتك واولادك واحبابك وتنسى حتى نفسك اذكر ربك اذا نسيت هذا معنى قوله فان لم تكن تراه فانده يراك الاحسان ايوا الاحباب الكرام هو رتبة في الدين فوق الاسلام والايمان ونفض الاحسان يدل على معاني ثلاثة ورد بها القرآن الكريم ووردت بها السنة المطهرة الاحسان بان تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فانده يراك الاحسان الى الناس كالوالدين والاقربين واليتامى والمساكين والمسلمين وسائل خلق اجمعين وايضا ورد الاحسان بمعنى الاحسان العمل واتقانه واصلاحه واحسنوا فاند الله يحب المحسنين بمعنى اتقنوا اعمالكم فاند الله يحب المتقنين مجموع هذه الدلالات في التعريف بحقيقة الاسلام وحقيقة الايمان وحقيقة الاحسان يعطينا مواصفات المؤمن الصالح في نفسه وخلقه وتعامله في المجتمع ثم سأل جبريل عليه السلام سيد النبي صلى الله عليه وسلم فقال اخبرني عن الساعة اي متى تقوم ومتى يموت الناس ومتى يقومون لله رب العالمين فقال صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها باعلم من السائل يعني انا ما اعلمها وانت ايضا ما تعلمها كلنا لا احد منا يعلمها فقط الذي يعلمها هو الله جل جلاله لهذا قال الله تعالى يسألونك عن الساعة ايان مرساغا قل انما علمها عند ربي لا يجليغ لوقتها الا هو فاستدرك جبريل عليه السلام وقال اذا اخبرني عن اماراتها فاخبره النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض العلامات العامة التي وقعت في عهده وبعضها الاخر وقع سيقع في المستقبل من التي وقعت في عهده اولها ان تلد الامة ربتها يعني السيد يستولد رقيقته وهذا وقع من اهد النبي صلى الله عليه وسلم لكنه قليل ثم كثر في الامة بعدما كثر الرقيق وكثرت الجواري التي تحمل من ساداتها وهكذا اخبر بان الحفات العرات العالة وهم العرب غالب العرب البادية يغلب عليهم انهم حفات وعرات وعالة الفقراء انه سيكرمهم الله بهذا الدين وسوف يصيرون ملوك الناس وسوف يصيرون من الاترياء الاغنياء وسوف يتنافسون ويتطاولون في البنيان يبنون البنايات العظيمة الشاهقة العالية والبيوت والقصور الفخمة المزركشة وهذا مشاهد حتى في عصرنا هذا المقصود ايها الاحباب الكرام ان حديث جبريل جاء ليبين حقيقة الدين فالدين هو اسلام وايمان واحسان وترقب لساعة هذا هو الدين لابد ان تستكمل حقيقة الدين بالاسلام الذي هو العبادات صلاة وصيام وحج وزكاة وشهانة والايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله الاخر واحسان ان تعبد الله تعالى كأنك تراه وترقب لساعة دائما يكون المؤمن مستعد للرحيل ومستعد للوقوف بين يدي ربه ليسأله ماذا صنعت في الدنيا فيجيبه بكل اريحية انه كان يعمل بمضامين الاسلام والايمان والاحسان فالدين المراد تجديده للامة بمن يستفيه الله تعالى من خلقه هو كل هذا لا يتبعض ولا يتجزأ والله تعالى وعد بانه يبعث لهذه الامة على رأس كل قرن من يجدد لها امر دينها يذكرهم بحقيقة الاسلام ثم حقيقة الايمان ثم حقيقة الاحسان ثم يجعلهم يترقبون الساعة والوقوف بين يدي الله وهم من خشيته مشفقون ايها الاحباب الكرام حديث جبريل هذا المباركة فيه دلالات ومضامين ونستنبط منه الكثير من الاحكام لقد دل هذا الحديث على بعض اداب طالب العلم فمن ذلك ينبغي طالب العلم ان يحسن الجلوس بين يدي العالم على هيئة التواضع وان لا يسئ الادب مع شيخه واستاده بقول او فعل او هيئة وان يراعي مع ذلك التجمل وتحسين الثياب والنظافة هذا معروف عند العلماء والفضلاء كما ارشد الحديث النبوي الشريف حديث جبريل الى بعض اداب العالم مع تلامذته فينبغي للعالم ان يتواضع وان يحلم على السائل وان يتجاوز ما يجب عليه من التعظيم والتكريم ومن ادابه انه اذا سئل عن شيء لم يعلمه فليقل لا اعلم كما يحسن به ان يكثر من القاء السؤال والجواب على الطالب وهذا اسلوب تعليمي نافع اكثر منه النبي صلى الله عليه وسلم كقوله لمعاد رضي الله عنه مثلا اتدري ما حق الله على العباد وكقوله ايضا لبعض اصحابه اتدرون من المفلس وغيرها كثير كما يستحسن ان ينبه تلامدته على قواعد العلم واصول المسائل طلبا لنفعهم وان يجعلهم دوما شديد الخشي لله شديد المراقبة لجلال الله مستعدين دوما للقاء الله فاللهم لك الحمدك الذي نقول وخيرا مما نقول لك اللهم صلاتنا ونسكنا ومحيانا ومماتنا وإليك مآبنا لك ربي كل حياتي ومماتي اللهم يا رب العالمين إنك تعلم كلامنا وترى مكاننا وتسمع خواطرنا وتعلم سرنا وعلانيتنا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا حبب لنا اللهم الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعسيان واجعلنا من عبادك الراشدين واغفر لنا الدنوب والخطايا وبدل سيئاتنا حسنات واجعل في قلوبنا نورا وفي صدورنا نورا وقلوبنا نورا وفي سمعنا نورا وفي بصرنا نورا واشرح لنا صدورا ويسر لنا الأمورا يا رحمن يا رحيم يا رب العالمين وصلى الله على سيد محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة